ميد بريس تقدم أبرز العناوين الرجاء يوضح حقيقة مفاوضات أحدد أوضح سائد وهبي المتحدث رسمي بالرجاء البيضاوي يوم الجمعة حقيقة ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع المغرب حميد أحدد مهاجم الزمالك وقال وهبي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالث المداع على قناة أون تايم سبورت حميد لاعب جيد وقدم مستوى رائع مع رجاء أثناء الإعارة في الموسم الماضي بسبب وجوده مع لاعبين بمتابة أصدقائه في الفريق وأضف لا أعلم لماذا لم يظهر مع الزمالك بنفس الشكل الذي ظهر به في الرجاء لكن لا نية لضمه حاليا وأشهد وهبي بمواطنه بضربانون مدفع الأهل الحالي والرجاء السابق قائلا نحن فخرون بما يقدمه بانون مع الأهل فهو أحد أبناء الرجاء المخلصين ونجاحه في الدور المصري يسعدون كثيرا وأردف بانون معتاد على الضغط الجماهيري مع الرجاء وذلك ما جعله يتأقلم بشكل سريع في الأهل رغم وجود ضغط كبير من المشجعين سند الورفلي يصدم الرجاء البيضاوي قبل قمة الإسماعيل المصري علمت قناة شوف تيفي من مصادر موتوقة بها أن الدولي الليبي سند الورفلي مدافع نادي الرجاء الرياضي بدأ يتمرد على المكتب المدير للفريق الأخضر الذي يترأسه رشيد الأندلوسي وذلك بعدما رفض العودة إلى التداريب بداعي أنه مصاب وأضفت ذات المصادر أن مسؤول الرجاء العالمي عبروا عن إسيائهم من الطريق التي بات يتعامل بها الورفلي معهم سيما في الآوين الأخيرة بعدما بات المدافع الليبي يتغيب بدون أي سبب يذكر لإجبار إدارة الفريق على أداء مستحقته المالية وهو الأمر الذي أغضب مكتب الرجاء مشير أن الطاقم الطبي للنادي أعد تقريرا شاملا أكد من خلاله أن الورفلي لا يعاني من أي إصابة باليغة كما يدعي وفي المقابل طرحت مجموعة من الجماهر الرجاوية عددا من الأسئلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص استمرار غياب اللاعب سند الورفلي عن الفريق هل فعلا مصاب أم أن هناك أمور أخرى لا علم لهم بها ومن المنتظر أن يستمر غياب اللاعب سند الورفلي عن فريق الرجاء الرياضي خلال المباراة التي ستجمعه بنادي الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل برسم إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال يشار إلى أن نادي الرجاء الرياضي كان قد تعقد مع اللاعب سند الورفلي صيف سنة 2013 الماضية قادما له من أهل طرابلوس الليبي في صفقة بلغت أنا داك 250 ألف دولار عموتا يستبعد لاعب الرجاء عن آخر مباراة ودية استعدادا للشان قرر الحسين عموتا مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم استبعد لاعب الرجاء الرياضي عن المباراة الودية الثانية التي ستخوضها العناصر الوطنية يوم التلتاء المقبل أمام منتخب غينية في آخر مباراة إعدادية استعدادا لمنافسات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضن الكاميرون من 16 يناير الجاري ولغاية 7 فبراع وأوضح الحسين عموتا من خلال تصريح لقناة الرياضية عقب المباراة الودية التي جمعت منتخب المحليين بنظيره الغيني والتي حسمتها العناصر الوطنية بهدفين مقابل واحد أنه قرر عدم اشتراك لاعب الرجاء خلال الودية المذكورة لاستحالة خوضهم مبارتين متتاليتين في أقل من 24 ساعة خاصة أن لاعب الفريق الأخضر ملتزمون بمباراة مصرية أم الإسماعيل المصري برسم منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة التي ستجمعهما الاثنين المقبل بالملعب الكبير في مراكش وتابع عموتا خذنا المباراة في ظل إكرهات غياب مجموعة من اللاعبين بسبب التزامهم رفقة أنديتهم في المصابقة القارية رغم أنها جاءت على حساب استعدادات المنتخب الوطني لمنافسة مهمة وأضاف الناخب الوطني سنحاول تعويض غياب لاعب الرجاء عن المبارتين الوديتين بالاشتغال رفقتهم خلال الحصص التدريبية المقبلة من أجل إعدادهم بشكل جيد خاصة من الناحية الدهنية والبدنية يذكر أن المنتخب الوطني المحل حقق وانتزع فوزا قاتلا أمام منتخب غينية بهدفين مقابل هدف واحد في الوديتين التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الريق الربا سجلهما كل من إسماعيل خافي ومحمد الفقي الحداد يعلق على حصده الخسارة في أول مشاركة له مع الخور استهلت دولي المغرب إسماعيل حداد مشورة ورفقة فريقي الجديد الخور القطري بالهزيمة بهدف دون رد أمام أم صلال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة بملعب عبدالله بن خليفة برسم منافسات الجولة الثلاثة عشر من دور نجوم قطر قال إسماعيل حداد لاعب الخور إن فريقه قدم أداء جيد أمام أم صلال رغم الهزيمة بهدف في المباراة التي أقيمت في ختام منافسات الجولة الثلاثة عشر لدور نجوم قطر وقال اللاعب المغرب في تصريحات بعض المباراة أشكر زملاء اللاعبين الذين أدوا ما عليهم لكن نتيجة تعني أنه لم يعد لدينا مجال للخطأ في المباراة المقبلة والتوفيق غاب عنا اليوم وأتمنى أن يكون التوفيق حاضرا فيما هو قادم وتابع الحداد سنسعى لقول كلمتنا في باقي المباراة المقبلة حتى نهاية الدور وليست لدينا شيء لنخسره فقط كل ما علينا أن نقاتل من أجل حضود خسرنا اليوم بضربة جزاء وهذه ليست نهاية العالم يذكر أن إسماعيل الحداد كان أول صفقات نادي الخور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد مفاوضات ماراثونيا قدت بانتقال اللاعب الحداد إلى صفوف الفرسان وفق عقد يمتد لثلاث سنوات باعتط ريال مادريد تصل إلى بامبلونا بعد احتجازها بسبب التولوج وصلت باعتط ريال مادريد إلى مدينة بامبلونا لمواجهة أوساسونا يوم السبت في الدولة الإسبانية بعدما أدت عصيفة فيلومينا التلجية التي تضرب العاصمة الإسبانية في تأخر إقلاع طائرة الفارق من مطار مادريد الدولي الظولفو سواريز مادريد باراخاس ووصلت باعتط ريال مادريد إلى بامبلونا بعد أربع ساعات والإثنة عشر دقيقة من استقلالي الطائر حيث احتجزت الباعت بسبب التولوج التي كانت تغطي مدرج الإقلاع وتخيم حالة من الغضب على باعتط ريال حيث كان من المقرر أن تتجه إلى بامبلونا السبت في نفس يوم المباراة كما جرت العادة لكن رابطة الدوري الإسباني لاليغا طلبت تقديم موعد الرحلة إلى مساء الجمعة بسبب الأحوال الجوية الأمر الذي أدى في النهاية لتأخر وصول الفارق كما يشعر ريال بإسياء من اللاليغا لعدم تأجيل المباراة في ظل سوء الأحوال الجوية خاصة وأنه من المتوقع أن تجهد بامبلونا تساقط تولوج اليوم مما يهدد إقامة لقاء الذي يأتي ضمن الجولة الثمانية عشر من اللاليغا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر